اشتركوا في القناة هذا الموضوع تعالوا نبلش في هذا الدرس بشكل سريع ومثل ما احنا شايفين اول ما نفتح الكتاب هنشوف في عندي عنوان بدياك تعرف شغلة واحدة انه معنى كلمة معناها مصادر او موارد تمام اذا هذه مصادر وارث معناها الارض اذا هي عبارة عن المصادر الطبيعية الموجودة في الارض حلو كتير في عندي صورة تحتوي على ثلاثة اسئلة احنا شو سوينا جينا قصينا هاي الصورة وكبرنا الاسئلة عشان نفهم كل سؤال ونجاوبه الروعة سؤال رقم واحد اعطاني هذه الصورة وقال لي What do you think this river is used for What do you think طبعا شويا احكي لك ماذا تعتقد المقصود انه حتى لو كان سؤالك غلط هذا انت اعتقادك لكن احنا هون مش راح نجيب لك الغلط راح نجيب لك الصح اكيد So what do you think ماذا تعتقد this river ان هذا النهر is used for يستخدم من اجل ايش بما انه متكلم عن المصادر والطاقة اذا ممكن انه يستخدم من اجل توليد الطاقة الكهربائية سو بالنسبة لنا لو بدي انا اجاوب هذا السؤال بنحكي this river is used for يستخدم من اجل جينيرايتنج جيني رايتنج ومعنى كلمة جينيرايتنج معناها توليد مثل توليد طاقة الكهربائية جينيرايتنج الكتري سري من اجل توليد الطاقة الكهربائية حينو خلصنا هذا السؤال والواضح انه هذا النهر اكيد ما بستخدموش ممكن فشنج استياد السمك لكن هذا مش موضوعنا سو ممكن انه نستخدم النهر اجل تصدير السمك لكن هون جينيرايتنج الكتري سري توليد الطاقة الكهربائية طيب الروعة سؤال رقم اثنين عندي هون زي هيك زي الشامنيز الداخوني الموجود في البيت ولكن بشكل هيك huge عملاق وبطلع قاعد ايش انبعاثات يعني زي تمام شو بحكيلي what do you call this place شو بتسمي هذا المكان طبعا هذا المكان بعيد عن التكهنات وبعد ما انت تسوي بحوثك وسيرتش على الجوجل هتعرف انه هو عبارة عن nuclear power plant nuclear power plant كلها هاي مع بعضها بيجي معناها محطة توليد طاقة نووية اذا هاي عبارة عن محطة توليد طاقة مالها نووية يا لطيف نووية يا ساتر اسطر يا رب طيب ممتاز اذا هي عبارة عن محطة توليد طاقة نووية ممتاز nuclear power plant طيب خلصنا لا في سؤال ثاني what do these towers emit تاورز معناها زي الابراج امت معناها تبعث تبعث غازات طيب ايش هاي الغازات تطلعها اكيد هيكون غازات سامة لانه احنا منسوي طاقة نووية فالغازات الطرح مش رح تكون غازات طبيعية مش رح يتفيدنا تنفسها وتسوي لنا علاج ابدا لا هي عبارة عن إذن الجواب بالنسبة للأشق الثاني what do these towers emit فإحنا بنحكي انه they هذه الابراج امت تبعث بوي زنس غازز غازات سامة بويزنس معناها سام وغازز معناها غازات خلص خلصنا من السؤال الثاني الروحة اللي بعدين مباشرة يا أحباب سؤال رقم اثنين what can you see شو شايفين تفسورها هاي آه هو مسطح مائي لكن شايفين فيه زي جدار إذن هو عبارة إيش هذا بس يحبسوا الماء عشان المطر يستغلوها في فترات الجفاف شو منسمي المكان سد سد في اللغة الإيجزيم نسميه دام d-a-m وبالتالي بدنا نحكي I can see or I see أنا أرى دام ودام معناها إيش سد طيب ممتاز الشق الثاني where do you think this place is أين تعتقد هذا المكان ممكن يكون في أي مكان في العالم فإنت بدك تحكي I think على طول I think أنا أعتقد it is in جوردن ممكن تحكي أنا أعتقد أنه في الأردن ممكن واحد من السدود في الأردن مثل the king طلال دام سد الملك طلال هذا واحد من السدود الموجودة في الأردن بعد ما انتهينا من هذه الأسئلة الموجودة في المقدمة تعالوا الآن نغص في الدرس وبشكل سريع بالنسبة إن في الدرس في عندي في البداية مثل ما إحنا شايفين unit number five الوحدة الخامسة sources of energy sources of energy شيني sources sources معناها مصادر مصادر و energy معناها الطاقة لنفي عندنا مصادر طاقة متجددة ومصادر طاقة غير متجددة ومنتهية ولكن في البداية بيقول لي before you begin قبل ما تبلش شف السؤال look at the pictures اطلع على هاي الصور عندك صورة A B C لو انت رجعت ع كتابك ستلاقي هذا الكلام of different energy sources لمصادر طاقة مختلفة عندي مصدر طاقة مختلفة عندي هون الواحة الشمسية عندي هون الطواحين الهوائية هاي التي تتحرك تولد كهرباء عندي هاي عبارة عن محطة إنتاج اللي هي الطاقة النووية nuclear power plant طيب بعد ما حكالي do you know what they are called or they are cold هل تعرف ماذا تسمى احنا اختصرناها جينا قلنا لك انو بيكتشر اي الصورة اي مثل ما احنا شايفين هالي هي هون عبارة عن shows تبين وتظهر solar panels solar معناها شمسي panels الواح الواح شمسية اه زي اللي بتلاقيها فوق البيت عادي والله ابو فلان ركب نظام طاقة شمسية فبتلاقي solar panels الواح الطاقة الشمسية طيب الصورة بي مثل ما احنا شايفين عبارة عن اللي هي شو نسميها اللي هي wind turbines wind turbines توربينات ومحركات هوائية الفكرة منها تتحرك بالهواء وتولد طاقة كهربائية طيب صورة رقم ثلاث مثل ما احنا عرفنا هي عبارة أو سي shows nuclear power plant يعني تظهر محطة توليد طاقة نووية واضحة جدا هذه الصورة طيب خيرا انا نروح تحت في السؤال رقم اثنين read the words اقرأ هاي الكلمات صندوق المفردات يا جماعة اقرأوا هاي الكلمات الموجودة في الصندوق ولكن في عندي سؤال قوي شو بيحكي which أي من هذه الكلمات refer يعود إلى يعني مرتبط إله علاقة energy from the sun الطاقة من الشمس يعني في بعض الكلمات حنقرأها مرتبطة بطاقة الشمس بتحس إنها إلها علاقة في الشمس تمام وفي عندي كلمات مرتبطة بطاقة wind اللي هي الرياح بعد ما نقرأ هاي الكلمات ونعرف معانيها لازم نشوف إنه هاي الكلمة هاي refer to the energy of sun مرتبطة بطاقة الشمس هاي والله refers to energy of wind يعني مرتبطة بطاقة الرياح تعالي نشوف مع بعض مثل ما احنا شايفين سل معناها خلية يعني خلية مفرد خلايا خلية ممكن تكون خلية حيوية أو خلية ممكن خلية صناعية تمام generator معناها مولد مولدات بالله تجيب المولد بتقطعين الكهرباء هذا مسمي generator heat معناها حرارة panels معناها ألواح جمع panel لوح واحد solar هي عبارة عن صفة ومعناها شمسي يعني مقترن بالشمس sunlight معناها ضوء الشمس طيب ممتاز turbines اللي هي توربينات أو محركات هوائية اللي بتشتغل على توليد الطاقة الكهربائية من حركة الرياح wind farms هذه عبارة عن مزارع اللي هي توليد الطاقة الكهربائية من الرياح طيب شو الفرق بين turbines وبين wind farms طيب wind turbines هيا المروحة الواحدة هاي هاي wind turbines مجموعة منهم صاروا wind wind ويند فارمز مزرعة كاملة كأنها مصنع لتوليد الطاقة الكهربائية من هذه المراوح طيب ويندي هي الصفة من ويند يعني ويند معناها رياح طيب الصفة منها فكر رائح لا مش رائح عاصف عاصف تمام ويندي معناها عاصف من شدة الرياح طيب بعد ما خلصنا المعاني تعال نوياك مع بعض نرجع السؤال أنا ما بحبش أترك ولا إشي موجود في السؤال لازم أعرف كل إشي طيب بنا نشوف الكلمات المرتبطة بالشمس بالسن سل الخلية مرتبطة بالشمس ولا بالرياح طب ما هي قصلا السل بتاخد ضوء الشمس إذن هاي لا داخل فيش في الصن بدي أنا أحط لك دوارة خضرة أو يعني سيركل باللون الأخضر للأشياء اللي لها دخل في الشمس تمام والدائرة باللون أخر للأشياء اللي لها دخل في الشمس جينريتر مولد هل المولد إليه دخل في الشمس أبدا لا هيت آه والله الحرارة مرتبطة بالشمس بانلز ألواح آه ما هي ألواح شمسية ممتاز سولر شمسي ما هي صفة أكيد بتخص الشمس سنلايت يعني أكيد 100% لها دخل في الشمس تيرباينز هاي اللي بتلف بالهواء ما ليش فيها ويند فارمز طب ما هي ويند حكالي ويندي أكيد لا وبالتالي ما تبقى من كلمات هنرجع نسويها باللون إيش خلينا أسويها باللون الأسود عشان تكون واضحة جينريتر هاي اللي هدخل فيه طاقة الرياح تيرباينز ريفرز برضو مرتبطة بطاقة الرياح ويند فارمز كذلك وويندي كذلك إذن إحنا فصلنا الكلمات اللي باللون الأخضر مرتبط بإيش بطاقة بطاقة الرياح واللي باللون الأسود مرتبط بطاقة الرياح خلص خلصناهم كلياتهم هيك انتقلنا الآن بشكل سريع حبايب إلى الأسئلة والمفردات الموجودة عندي هون مجموعة من المفردات مثل ما إحنا شايفين أكيد أعطاني إياهم وبعدين بعد ما نخلص إحنا منترككم نعطيك المفردات باللغة العربية أكيد لازم تكون بالإنجليش شو بدي فيها أستاذ بالإنجليش ما بجيك سؤال مفردات اختيار من المتعدد ضع دائرة بدك تعرف ممكن يعطيك التعريف يعطيك عدة كلمات هذا التعريف يخص أي كلمة فإنت لازم تكون عارف تعالي نشوف هاي الكلمات مع بعض بتعريفاتها بشكل سريع شوف حكينا سل معناها خلية إذن هي عبارة عن the smallest الأصغر structural بنائي unit أصغر وحدة بنائية of an organism للكائن الحي الصغير يعني الكائن الحي أصغر تركيب ووحدة بنائية في شو منسميها سل خلية طيب generator مولد شو معنى إذن هو عبارة عن machine شيني machine آله طيب شو بتسوي produces تنتج إيش تنتج electricity الكهرباء ممتاز heat معناها حرارة طيب شو معناها to become hot or warm حتى إنه يصير يعني بصير إما حار أو دافئ بعرف إنه warm معناها دافئ وهوت معناها حار to become hot or warm معناها heat معناها إنه يسخن هون أجت كفعل وليست كاسم طبعا heat بتصبط اسم وفعل heat معناها يسخن وهيت معناها حرارة كاسم هون to become إذن هي عبارة عن verb في هذه الكلمة panels الواح هي عبارة عن flat flat بجي واحد بقول لك والله أنا الولد الزغر هذا عنده flat foot يعني قدم مسطحة صح لا so flat معناها مسطح flat piece قطعة مسطحة material من مادة معينة that forms تكون أو تشكل part جزءا من door باب window شباك روف سقف إذن هي عبارة عن قطعة مسطحة تشكل جزء إما من باب أو شباك أو سطح طيب ممتاز solar using the power استخدام طاقة الشمس of sunlight أشعة الشمس or heat أو الحرارة طيب هي شمسي طيب شو يعني كلمة sun light sun light ضوء الشمس هو عبارة عن natural light natural معناها طبيعي light معناها ضوء إذن هو عبارة عن ضوء طبيعي that comes from the sun من وين جاي يا جماعة؟ من الشمس ما هو sun light إذن هو جاي من الشمس طيب شوف اللعن بعدها terpines مش توربين ولا turbines terpines terpines شو terpines؟ هي عبارة عن modern حديث windmills طواحين هوائية حديثة طواحين الهوائية تمام؟ حديثة شو بتسوي؟ providing electricity تقوم بدعم وتقديم الكهرباء تولد الكهرباء من خلال طاقة الرياح wind farms هذه عبارة عن مشروع ضخم مش بالله طحونة الهوائية واحدة لا wind farms هو عبارة عن مزارع الهوائية هي عبارة عن أماكن places حيث a lot of windmills الكثير من الطواحين الهوائية are built مبنية to produce electricity يعني مش والله windmill واحد للله a lot of windmills هذه مسميها wind farms اللي هي مزارع الهوائية وآخر كلمة الصفة ويندي معناها exposed معرض exposed يعني تحت تأثير strong winds الرياح الشديدة خلصت من المفردات يا حبايب بشكل سريع الان ننتقل الى الدرس في هذا التمرين الثالث بده يكون في عندي الدرس اللي بخص هذه الوحدة وهو عبارة عن الدرس الرئيسي شو بيقول لي بيقول لي هناك three students ثلاثة طلاب شو ما لهم have researched يعني عملوا بحوث بحثوا دوروا عن renewable energy sources يعني عن ايش بحثوا بحثوا عن يستاذ العزيز مصادر الطاقة و renewable معناها متجددة سووا بحثات دخلوا على الانترنت ودوروا على مصادر الطاقة المتجددة read and listen اقرأ واسمع to the conversation للمحادثة اللي صارت بينهم and complete the text with the words واكبر النص بالكلمات in the box في الصندوق اعطاني كلماتهم احنا اختصارا حطناهم بالترتيب الصعي الموجودين في ال red color لذلك احنا الآن منا نقرأ هاي الفقرة ونفهم كل تفاصيلها اول شيء في عندي واحد هو عبارة عن teacher اللي هو الاستاذ او المعلم اللي بيسأل اللي بيطرح الاسئلة على الطلاب الثلاث انت رحت وسويت وبحوث عن مصادر الطاقة المتجددة تفضلوا يلا تعالوا شرفوني شو مصدر الطاقة اللي انت شايفو كويس ليش شو في معلومات انت حصلت عليها هاي محور هذه المحادثة بحكي لي teacher انه our project today مشروعنا اليوم طبعا project معناها مشروع تمام مشروعنا لهذا اليوم is to find out find out ننتبه عليها انا كل جزئية في الدرس بدي افهمك اياها مش للسنة هاي للسنة الجاي كمان مش انا في عندي هدفين سنة هاي والسنة الجاي ولو حسيت انه الدرس طويل بدك تحمل انت طالب وطالب تأول ثانو والان مرحلة اعداد كل جزئية لازم نفهمها الان انا find out حبايبي عبارة عن فعل find و out عبارة عن preposition حرف جر هذا التركيب باللغة الانجليزية شو منسميه افهمني هذا منسميه باللغة الانجليزية phrasal verb فعل مركب يعني شو يعني فعل مركب يعني مركب من جزئين فعل زائد حرف جر طيب ممكن استاذ ليش تحكينا الحكي هاد ممكن يجيب لك يجيب لك المس او الاستاذ يجيب لك سؤال يقول لك find سؤال استخراجات طليع لي من النص find out from the text a phrasal verb فعل مركب which means يعني او يقصد به discover يكتشف طيب يلا شو رأيك اذا ما كنت شعرت شو يعني كلمة find out واذا ما كنت شعرت شو معنى كلمة phrasal verb مش هتعرف تجاوب السؤال انا اخسر علامة او علامة او علامة او ثلاث ليش لا ما بدي اخسر استاذ اصام موجود حتى انك ما تخسرش علامة احنا جيش العلامة الكاملة ما يميزنا في اساس ومع الاستاذ اصام تحديدا انه احنا لازم نجيب العلامات الكاملة ولا نرضى بالقليل وبالتالي الفعل المرادف والمساوي find out هو عبارة عن ايش this اوكي discover ننتبه عليها discover ومعناها يكتشف يكتشف اذا find out اكتشفوا about renewable energy sources يعني طلعوا بمعلومات عن مصادر الطاقة المتجددة renewable that means ويقصد ب اللي هي مصادر الطاقة المتجددة resources انها مصادر شمالها which are continually بشكل مستمر replaced يتم استبدالها يعني كل ما تخلص بصير ايش مكانه كل ما يخلص تستبدلها فبصير فيه ايش استهلاك انتاج استهلاك انتاج فبظلها موجودة and will not run out run out برضو freeze ومعناها finish هاي كمان مرة finish معناها ايش تنتهي وبالتالي هذه لن تنتهي anytime soon في الوقت القريب العاجل تمام في الان بعد ما خلصنا تعريف الان شو أسوالي هون عرف لي مصادر الطاقة المتجددة طيب انا هون استاذي فيه ضمير تحتي خط معش لستنحت رجالي عليه حاضر والله انا ما عندي مشكلة hour على ايش بعود وهذا تحتية خط يعني فيه سؤال في الكتاب مش شوية من عندي hour بديك تعرف انها تعود دائما على plural جمع حلو طيب وهو يعبار عن بصص صفة ملكية طيب تعود على جماعة من الجماعة بتتكلم عنهم هون بتتكلموا عن أنفسهم ولكن بصيغة نحن يعني مثلا انت بتكونوا واقف هان تمام ومعك عدة شباب أو عدة صبايا انت معاك يودك تتكلمي عنهم فإحنا شو بتحكي والله احنا اليوم جيناكم علشان نحكي بكذا كذا انت بتتكلمي في اسمهم ولكن تتكلموا باسم الجماعة صح ولا لا واحدة بس تتكلم في اسم الجماعة وبالتالي التيتشر هون حكي مشروعنا مشروع مين مشروع الثلاث طلاب زائد الأستاذ مين الثلاث طلاب الموجودين عندي هون اللي هم يا سيد الأزدري ستودانس راح نلاقيهم اللي هم إبراهيم ورمزي بس نخلص راح نشوفهم هاي عندك رمزي وفي عندك إبراهيم وفي عندك نادية هذولا الثلاث طلاب زائد التيتشر أور بتعود عليهم كلياتهم برضو صح إجابة صحيحة مئة بالمئة طيب نكمل رمزي بلش يتكلم وبيحكي والله الأستاذي بيسأل ويقوله والله يا رمزي what have you chosen إيش أنت اخترت as an example كمثال of renault بالresources المصادر الطاقة المتجدد يلا مش أنتوا رحتوا دورتوا أعطيني شو نطلع معك رمزي رمزي شو بيحكي بيحكي والله the sun الشمس is a renewable source of energy هو عبارة عن مصدر طاقة متجددة a lot of living things كثير من كائنات الحية living things معناها إيش كائنات حية شو ما لها كثير من الكائنات الحية depend on تعتمد على طيب تعال شوف تعال تعال الآن هنا أنا بدي أكتب لك إياها وأنا بدي أكتب لك إياها وأنا بدي أكتركز بكل شيء depend on هذا phrasal verb وهو يساوي أيضا فعل ومرادف شو المرادف ها ركز rely on كلهم مع بعض بيجي معناها يعتمد على يعتمد على طب أستاذ ليش كتبت اللي الشغلات هاي ممكن نجيب لك سؤال يقول لك والله find a word or a phrasal verb from the text طلع لي فعل مركب من النص معناه rely on يعتمد على فأنا بدي أكتركز أنا بعرف إيش السؤال الممكن أنه يجي بعقل الأستاذ فممكن أنك تركز بشغلات هاي متخسرش علامات يعني بدي أكتب لك أبعد من ما بين السطور so rely on معناها يعتمد على depend on معناها يعتمد على فبنركز على rely on تساوي depend on بدي أركز على find out تساوي discover بدي أكتركز لي على run out تساوي finish هاي الشغلات مهمة جدا طيب فبيحكي رمزي إنه الشمس هو عبارة عن مصدر طاقة متجددة كثير من الكائنة تحتمد على its energy طاقتها طاقة مين طاقة مين الرياح ولا طاقة الشمس إذن هذا الضمير its يعود على إيش على السن على الشمس لأنه بيعتمد على تقتها for heat من أجل الدفئ والحرارة and light والضوء إحنا نعتمد على الشمس ليش من أجل الضوء والحرارة حلو كثير this energy هذا المصدر من الطاقة can also be captured ممكن أيضا أن نحصل عليه كيف كلمة captured معناها يمسك أو يلطقت بس إحنا لا يعقل إنه نمسك أو نلطقت حرارة الشمس وضوء الشمس نحصل عليها تمام نحصل عليها كيف نستخدم عليها and use ونستخدمها to power things لتشغيل الأشياء for example power things معناها لتشغيل الأشياء على سبيل المثال if you have a solar calculator calculator معناها آلة حاسبة لا الحاسبة نسميها calculator وسولر شمسية يعني آلة حاسبة شمسية كيف يعني بتعرف الألحج الحاسبة اللي بكون فيه فوقيها زي هيك خلية شمسية صغيرة هاي هاي بسميها solar calculator لأنها بتشتل عطاقة الشمس فإذا أنت عندك solar calculator اللي هي آلة حاسبة شمسية it تعود على solar calculator contains تحتوي على solar cell خلية شمسية which uses وهذه الخلية الشمسية which تعود على solar cell which تعود على solar cell دون كل إشي بتسمعه على دفتر جانبي تحتاج هاي المعلومات إذن which تعود على solar cell وبالتالي إذا إحنا عندنا آلة حاسبة شمسية فهي تحتوي على خلية شمسية حيث تستخدم sun light ضوء الشمس to power the calculator من أجل تشغيل آلة الحاسبة حيله كثير ممتاز بنتقل عن حبايبه مباشرة إلى الجزء الثاني من هذا الدرس طيب شوف الآن شو بيحكي هون بيحكي لي يا سيد العزيز solar panels هذه الألواح الشمسية that are used المستخدمة on houses على المنازل have thousands of solar cells يعني فيها آلاف الخلايا الشمسية هي مش شيء مظهر زي الألحاسبة لا هي شيء ضخم وهي شيء كبير فعندها آلاف الخلايا الشمسية and they آه مين هم الthey شوف 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 they هاي تعود على مين هاي تعود على thousands of solar cells وهذه الألاف من الخلايا الشمسية make electricity تصنع الكهرباء from the sun's heat من حرارة الشمس the major advantage اسمع كلمة major معناها هيبدأ أسحب لك يا هون أساسي أو رئيسي طيب وadvantage معناها إيجابية فالإيجابية الرئيسية of solar energy لطاقة الشمس إيش هي ممكن تجي سؤال ما هي الإيجابية الرئيسية من طاقة الشمس is that after the solar panels أنه بعدما الألواح الشمسية have been installed يتم تركيبها طبعا أكيد الخلايا الشمسية وهي عبارة عن شغلات ومكلفة لكن بعد ما نركبها فالإيش الإيجابي إنه electricity الكهرباء is not expensive ليست غالية ولا مكلفة to generate حتى إنه نولدها غلص صار لإنا صار توليد الطاقة الشمسية سهل جدا teacher بيحكي what about you نادية خلصنا من رمزي يلا تفضلي شو رأيك إمتي يا نادية what did you find out what did you discover إيش أنت اكتشفتي تعال نشوف نادية شو اكتشفت هذاك تكلم عن الطاقة الشمسية لأن نادية عنيش تتكلم عن طاقة الرياح in windy places في الأماكن العاصف اللي فيها رياح شديدة شو بتحكي نادية wind energy طاقة الرياح can be used ممكن أن يتم استخدامها to make electricity حتى نصنع الكهرباء من خلال استخدام using wind turbines التوربينات الهوائية these turbines هذه التوربينات are found أين توجد in wind farms في المزارع الهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية they have blades blades معناها نصلات جمع كلمة نصلة أو safe كيف البلايدز هاي البلايدز الفكرة من نموضعه كيف السيف إحنا منسمي نصلة السيف blade وبالتالي شبهوها بالبلايدز لأنه أصلا هي بتكون زي نصلة السيف هاي blades تمام مين اللي عندها blades اللي هي wind turbines إذن they تعود على wind turbines they تعود على wind turbines وبالتالي فيه لها نصلات that are attached موصولة متصلة to a generator بمولد وهذا المولد the center موجود في وسط اللي هي التوربينات الهوائية طيب شو بتسوي الآن بحكي لي process الآن هذه بتحكي للقالية بيقول لي the wind spends spends معناها بتلف يعني الرياح بتقوم بتدوير ولف لبلايدز هذه النصلات and the generator والمولد runs يعمل ويشتغل الفكرة الموضوع عندك هاي النصلات تمام تجي الهواء بتحرك هذه النصلات في عندي generator مولد في الوسط هذا المولد لما تتحرك النصلات بيسوي عملية تحويل من طاقة حركية لطاقة كهربائية مثل ما حكالنا تماما this makes electricity وهذا الأمر يقوم بتوليد الكهرباء however وبالرغم من ذلك أو ومع ذلك winterpines التوربينات الهوائية can't work لن تعمل طبعا هون can't work مش معناها مش معناها لا تستطيع أكيد لا تستطيع أن تعمل can't work معناها لا تعمل إذا إيش if there is no wind يعني للأسف إحنا ركبنا winterpines لكن ما فيش رياح ما استفيد ناشي شي لازم نركب winterpines فيماكن بيكون فيها windy places أماكن عاصفة حتى نستغل طاقة الرياح فهذه مش راح تشتغل إذا ما كانش فيه هوا هاي أول إشي ثاني شي and sometimes أحيانا the wind speed سرعة الرياح إذا كانت الرياح سريعة كتير so high it damages معناها إيش damages تخرب تتضرر هاي المقصود فيها تتضرر أوكي بتخرب damages معناها بتتلف فبتخرب هذه them تعود على اللي هي the blades اللي هي الشفرات أو النصلات تاعت المولد حلو كثير ممتاز نكمل وبننا نتحمل آخر جزء من هذا الدرس حبايب تيتشر بعد ما سمع رمزي ونادية حكي يلا يا إبراهيم دورك مش هم هس احنا مش حكينا في البداية في عندي أول جملة أو أول كلمتين مشروعنا مشروع مين تيتشر مشروع إبراهيم مشروع رمزي مشروع نادية أو تيتشر and the three other students والثلاث طلاب الآخرين هذول هم أور تعود عليهم فبيحكي إبراهيم what's your example for renewable sources يلا الآن شو يا إبراهيم المثال اللي أنت بدك تطرح لي على اللي هو مصدر الطاقة المتجدد إبراهيم بيحكي it is biomas biomas معناها كتلة حيوية الكتلة أو الطاقة الحيوية الآن أنت مش عارفها خليني نشوف هو معرف لي بيقولي biomas is a plant plant معناها عبارة عن نبات plant material يعني عبارة عن مواد نباتية and animal waste ونفايات حيوانية animal حيوان فبتصير نفايات الحيوانات أجلكم الله نفايات الحيوانات أجلكم الله طبعا وال plant material هذي كلها بنسميها biomas تتكون منها that is used as fuel وتستخدم كفيول معناها إيش وقود تستخدموها كوقود for example بيعطيني مثال طب شو أوكي أنت حكيت البيomas يعطيني مثال على البيomas هو عبارة عن wood بيقول لك الخشب wood الخشب شو ماله الخشب إيش بايوماس كتلة حيوية لكن هناك شرط بايوماس فيول يعني عبارة عن وقود حيوي لكن طالما as long as معناها طالما يعني كأنه بيقول لك بشرط بشرط إيش we continue إنه إحنا نستمر to plant new trees بزراعة لأتجار جديدة طبعا أكيد أنا منعرف إنه لازم اللي منستهلك ويتجدد فتلقائيا إذا أنا قصيت الشجر الشجر اللي قصيت ومقابل لازم أزرع حتى إنه يضلوا renewable source of energy مصدر طاقة متجددة كل ما نقطع شجر لأصل إنه نزرع حتى يعتبر البيوماس عبارة عن renewable source of energy مصدر طاقة متجددة فبقول لك as long as we continue to plant new trees طالما نحن مستمرين في زراعة أشجار جديدة to replace those لإستبدال هؤلاء الأشجار طبعا دوس تعود على اللي هي the trees we cut the trees we cut الأشجار التي نقطعها طبعا دوس تعود على الأشجار إنه أشجار اللي إحنا منقطعها فإحنا طالما نزرع أشجار جديدة ونستبدلها بذوس we cut down اللي إحنا منقطعها بيوماس can be used ممكن أن تستخدم الطاقة والكتلة الحيوية to provide heat and تقدم الحرارة والدفء and also to make electricity وأيضا لتوليد الكهرباء the biomass الكتلة الحيوية is burnt يتم حرقها burnt معناها يتم حرقها is burnt يتم حرقها طب لش منحرقها to heat water لتسخين المياه وتدفئة المياه طب لما إحنا ندفي الماء ونسخين إحنا شو بسير بينتج عنها steam شو الستيم اللي هو البخار والبخار the steam is then used to make electricity استخدم حينها لتوليد الكهرباء نعرف أنه زمان كان في قطرات وبواخر اللي هي سفن البخارية وقطرات البخارية الفكرة منها اللي هي زي توليد طاقة من خلال البخار لكن هون بيستغلوا البخار لتوليد الطاقة الكهربائية حبيبنا طولنا عليكم وطال الدرس ولكن ما حبيتش أني أقطعكم في نص الدرس حبيت أني أخدوا وان بيس جزء كامل حتى يصير في إدراك بإذن الله تعالى معاكم على طول الفصل الدراسي الثاني وعلى طول السنة وعلى طول السنين وعلى طول الأجيال محددتكم لسالة صامي الشرباتي يتمنى لكم أطيب الأوقات والعلمات ونشوفكم على خير السلام عليكم كل الدروس موجودة على بطاقات أساس